الإكسپرس رجعنا معكم مدى جديد في الإكسپرس كما قلنا لكم وعادنا تتسفيد بشيكون معا الإنتربيو 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 حاضر بحضينا وني في الستوديو ضيفنا النطق الرسمي باسم الإئتلاف صمود سيد زهير بازي أهلا وسهلا بيك مرحبا اليوم بش نحكي وفي مقترح كنتوا عبرتوا عليه في تلاف صمود وقلتوا أنه ينجم يكون حل بتأتخل اليوم في ظل الآذمة بتأتخل إحنا قاعدين نعيش فيها في البلاد حكيتوا على قوات ديمقراطية تنجم تتفق وتنجم تجمع على اسم ومرشح واحد ووحيد يمثلها في انتخابات رئاسية لسنة الفين وعشرين هو أحنا تنونيه الخبر البارح كانت تتفكر مروين وقلنا كان أول تعليق هو هل عندكم قطعا ما يدل على أنه بش يكون هناك انتخابات رئاسية في سنة الفين وعشرين باي وشكرا الاستضافة نحرص باش نيخو أقل من دقيقة بعد اذنك باش نندد هو تنديد بالتمديد بتاع الحاجز في القضية بتاع التأمر احنا لن نتناوله بمقتدر القرار القضائي في هذه القضية وهو أساساً احنا غير معنيين بالتناول فيها لأنه احنا ما عنيش تفاصيل احنا تفاصيل من جهة واحدة ولكن لن نخوضها في هذه القضية اليوم هؤلاء اللي قاعد قاعد قبض عليهم وايقافهم واعتقالهم في شهر فيبري اليوم عندهم ستة شهور لم يقع سمحهم او حتى بحثهم وذي لا يستقيم اجرائياً يعني التمديد يكون موفقاً لقرار معلل المقصود بالمعلل هو استكمال اعمال البحث استكمال اعمال فنية استقراءات غيره لن نخوضها اكثر من هذا ولكن نعرب كل الاعراب كل الانشغال كل ضد هذا التمديد الي مس ناس نحنا عنا معاهم تقاطعات ناس يعني شفنا فيه كين واستهدائف لمواقفهم السياسية وكأن تصفي لعركة سياسية بوسائل قانونية وقضائية وبالسلطة السلبة وهذا لن يزيد الوضع الا تعقيد ويخلي يعني الناس الكل بيشتولي متحيرة على وضع الحريات في تونس وهذا امر لا يستقيم ويعني منبوضه مناجم يزيد الوضعية الا تأزماً ومن ينكر الازمة في تونس غيره دي عقل التوى لان الازمة تجلت على جميع المستويات تجلت على جميع مظاهر الحياة في تونس الجميع تحت ضغط نفسي شديد الجميع متحيرة الجميع قلقة الجميع يعني في توتر شديد وهذا لن يكون الا بادرة من بوادر لقدر الله العنف لانه احنا قاعدا نشوفه في تحضيرات العنف في دورات التاريخ للعنف كلها سبقت بمنسوب توتر عالي بعنف لفظي هذا صورته العنف لفظي لانه صديقي حسام المنسق العام يعني تعدى البارح في في ذاعة واخرى يعني نقرأ في كم التعليقات وكم الشتائم واللي في البساج بتاعينا كيف كيف احنا روما نقوله هذي ما نشكيه بل بالعكس تمام احنا مستعدين لهذا و اكثر ولكن نحذر من منسوب هذا العنف نحذر من التمادي ندعو الرئيس الى اعتماد خطاب تهدئة خطاب تجميعي كفانة صحل للناس كفانة صحل المعارضين كفانة تخوين كفانة تشهير كفانة يعني وصم كل هذا اللن يساهم باي حال من الاحوال فالتهدئة ونحن ندعو للتهدئة والانفراج للازمة لان البلاد هذي بلاد الناس الكل المواطن التونسي اصبح يعيش في ضيق شديد للأسف الشديد السلطة القائمة الان لم تقدر ما قدمه هذا المواطن من صبر اجتماعي من جلد من تحمل لظروف الحياة في سبيل مساندة ضمنية لمسار 25 جوليا ولكن رأينا 25 جوليا وما أتاه الرئيس والخطوة التي كانت لم تكن من أجل يعني أصلاح الوضع العام بل كانت من أجل تركيز ووضع مشروع شخصي حين شخصي في الإطار هذا يا سيزهير في الإطار هذا تأتي المبادرة بتاعنا الساعة خلنا نبدأه بمسألة الانتخابات هل ترى ساعة أنه تنظيم انتخابات في حد ذاته ينجم يكون من شأنه أنه ينقص من منصوب الضغط هذي اللي كنت تحكي عليه وهل متأكدين ساعة أنه بشتصير انتخابات في 2014 بالنسبة للسؤال فيما يخص هل نحن متأكدين الانتخابات كفيلة بإنقاس منصوب الضغط طبعا هو هي خطوة أولا منتظرة ويجب أن تكون هذي من خلال تصريحات القائمين على الهيئة العلية للانتخابات على مؤخذتنا عليها على تحفظاتنا على ما أتتها حتى شرعيتها تولي الهيئة العلية للانتخابات يعني ماشي منبذكة من قانون من دستور 22 ولكن في تصريحاتها وتعتد بهذه التصريحات في أكتوبر 2024 السيد الرئيس أيضا صرح وأن كان صرح أنه مرة غير معني ولكن لن يسلم السلطة إلا للناس الوطنيين هذا يا زادة ينجم كما فهموا الناس الكل أكيد كأنه فهمة سبجيكتيفيتية يعني فهمة فهمة يعني إمكانية كونه يصير عنده اليد الطولة في اختيار المرشحين وذي لن يضيع كما قلت لن يزيد الوضع إلا سوء بالعكس هي الانتخابات خاصة الرئاسية هي تقليد يعني من أساسيات التداول السلمي على السلطة ومن أساس أساسيات يعني الحياة الديمقراطية في أقل وأبسط في أبسط تجلياتها وتمظهوراتها في المجتمع إذا كان باش نوصلوا أحنا نشكوا حتى في الانتخابات الرئاسية بعد انقضاء هاته الدورة يعني باش نزيدوا ندخلوا في أزمة عامة أما فما مسألة أخرى زادت تطرح سي سهير وظهر لي حتى سي حتى سي حسين الحامي كان نحكي عليها هي مسألة المناخ اللي بتصير فيه الانتخابات هذي يعني عندها عنا انتباع من خلال المبادرة اللي قمتوا باها هي أنها مبادرة طيبة ومبادرة عندها معنى ومبادرة ممتازة في آخر الأمر باش نكملوا هاك المشكلة متاع العائلة الديمقراطية التي لا تتوحد إلى آخره ولكنها في رأيي كانت سمحلي مبادرة جاية معناتها تنطبق على وضعية ديمقراطية مقبولة على الأقل باش منقول شو ممتازة معناتها المبادرة هذية جي في إطار صحيحة وعندها معنى مرة أخرى لكن في إطار متاع هيئة انتخابات ماش مسمية من قبل رئيس الجمهورية في إطار متاع ما فاماش ناس في الحبوسات على آآ أغرب سياسية هل مسألة المناخ هذي اللي تنجم تصير فيه الانتخابات لو لو صارت في الفين واربع عشرين كيفاش موجودة كيفاش مأخوذة بعين الاعتبار في إطار المبادرة متاعكم هو اللي قلت سيدتك يجعل من هذه المبادرة خيارا حياتيا ضروريا وجوديا بديهيا لأنه في غياب هكذا خيار وهكذا يعني آآ تمشي لن يكون هناك حل على مدى المنظور يعني تنجم تخمن في الوضعية التونسية بكل مقيس احنا نحكيه ديما للتحرك في إطار انتقال سلمي على السلطة بصندوق معناش حتى خيار آخر نجم نطير ومن قبيل يعني التحركات العنيفة وغيره بل بالعكس احنا كنا ديما دعاة سلام ونقولوا حتى في الخطابات حتى السيد الرئيس بيدو من مؤاخذاتنا الشديدة عليه هو اعتماده لها الخطابة العنيفة ذاته ومزاله عام على الانتخابات هو يلزم يعرف سيد الرئيس كونه هو مترشح جديد ان قرر الترشح او رئيس المغادر يعني هو في النهاية يلزم يعرف هذي كونه هو اذا كان بش يترشح بش يقدم لانتخابات الرئاسية بش يكون بش يكون واحد من المترشحين الاخرين يعني مفهمش عليش بش ياخو هالعلوية وهالتدخل المباشر وغيره هذا اذا كان صدق ما اعلن عليه قد يكون قد تكون قراءات يعني قصووية شوية وكذا ولكن نرجع لأصلا الموضوع كونه كل هذه الوضعيات اللي صايرة وكل هذا التشنج وكل هذا يعني الوضع ممجوش بشكل كبير يجعل من هذا الخيار ومن هذه المبادرة خيارا وجوديا حياتيا ما حتى بديهيا لانه مفهمش حتى خيار اخر هاي حاجة وجودية اذا كان بش نعاوده العائلة الديمقراطية الوسطية التقدمية التي تؤمن بالنموذج المجتمعي التونسي بش تتعاود تترشح فرادة مبعضها وكل حد نقسمه يعني اوصال هذا الجسم الانتخابي ونصيب بيأس وإحباط اكثر فاكثر للمواطن التونسي انا من اكد لك كونه نسبة الاقبل لن تكون محترمة تماما لانه ذاقى ذرعا المواطن التونسي بهذا و اه حتى في تساؤلنا الان حتى على تأزم الوضعية الان الناس كل تتسائل قل لك ايا سيدي اشن هو البديل الهناء وجب على الجميع التكاتف والتوحد وتقديم التنازلات بين القوسين اللي هي من اجل الوطن ما نسموهاش تنازلات هي واجبات من واجبهم طوى الناس الكل باش تحط ثقيا على القاعة وترضى بما يقع الاتفاق عليه لانه فلسفة المبادرة اشنو هاي كونه يلتقي الجميع حول برنامج واحد لن تجي دا كل ما تتمنى فيه يعني نبني على المشترك نتجمع حول ما يجمعنا حول المشترك وليس حول ما يفرق لانه اللي يحب على العشرة والنجاح ووطنية والسفينة تمشرة ويالشارش لوكوما ويقضر الكاس المعبي واللي يحب على الفرقة والشقاق وكذا خاصة في التفكير الاديولوجي المتعنت اكيد فهمتني نلمح البرشة مواقف قصوية ومترفة يشوف كالنقاط الاختلاف ويركز عن النقاط الاختلاف ولكن انا ارى فاختلاف ثموت قطعا الراو كونه هناك كثير مما يجمعونا هناك معاني كبيرة عشنا عليها وتربنا عليها في هذا المجتمع التونسي النموذج المجتمعي اللي بنينيه من بعض الاستقلال اللي فيه قبول للاخر بشكل كدنا نفتقده هاته الايام في ظل هذا الخصام المتواصل الجميع يسب الجميع والجميع انتقد الجميع والجميع يسحل الجميع والجميع يخون الجميع ما هكذا تدار الامور احنا دولة ما كناش سويسر اقبال للثورة كنا دولة رولتيف مو ضعيفة ولكن للأسف بعض الخيارات اللي صارت بعد الثورة تاع الفين وحدش زدنا ضعفنا وزدنا تشتتنا وسرقة الثورة اعتقدنا في خمسة وعشرين جويل كونه خطو لتصحيح المسار وثورة حقيقية يلتف حول هالجميع وفعلا يلتف حول هالجميع بما تحدثت عليه قبلها في القفو وشوفنا وقتها بعد خمسة وعشرين جويل لفين وحدش المحاولات بتاع التخفيض في الاسعار والمحاولات بتاع الاعانات والناس كل عام لها مجهود الكوفر فيه كان العاشرة ردوا سبعة قالوا والله كنت ردوا مضى ثلاثة احنا معاك وكان هناك تفاهم ومقدار من الصبر والتفاهم العام لقرارات رئيسة الجمهورية ولكن رئيسة الجمهورية قالت واختارت ان تذهب منفردة فيه مسار وفيه تركيز مشروع شخصي انتقدناه بالوسائل الديمقراطية المتاحة ناقشناه بالوسائل الديمقراطية المتاحة بالنسبة للانتخابات ايضا دعونا الى مقاطعتها بالنسبة الاستفتاء كنا التنظيم المدني الوحيد الذي نادى بالتصويت بلاء للدستور ولكن من خلال عملنا الميداني فهمنا المسألة لا تعني الدستور في شيء بل كانت يعني تفويض شعب عام وانطلق بمقدار هذا الصبر الاجتماعي والتفاهم العام وحالة التفاهم العام والمساندة العامة لقايس سعيد كرئيس الجمهورية مانينة لو انتقل وذهب في رحلة بناء مع الجميع وبالجميع لكانت تحققت معجزة تونسية عودنا عليها العالم في تاريخنا ولكن هاته المرة اصرينا كل الاسرار على اضاعة هاته الفرصة هنا يا سيزهير باش نعجالك على النقطة محورية لهنا جو بانس اللي هي شكون شخصية اللي باش يتفقوا عليها كل القوى الديمقراطية شنوما اللي يزمهم والخصائص والخصيغات اللي يزمهم يكونوا متوفرين في الشخصية هذية باش نجم تجمع كل القوى بيان كما قلت انت فهم بعض التنازلات اللي بش تصير في خصوص بعض النقاط ولكن كمام اللي قادمين عليه مهوش ساهل خاصة وانه الازمة زادت عمقت احنا قبل ما قلوا تنازلات قلنا الجميع سيجدوا نفسه لك احنا بش تبليوا على المشترك هذا من حيث المبدأ ايضا زادا من حيث المبدأ نحن نتفق على الالية الاختيار الالية الاختيار الذي ست يتقدم اليها كل من يأنس في نفسه الكفاءة وكل من يعتقد عنده مشروع بش يقدمه للتونسل يعني الصاحب السلطة والكلمة الفايصل هي للشعب التونسي وبالتالي يعني في هذا المشروع في هاته المبادرة في هاته آآ المقاربة اللي بش يقعاتي ماذا احنا بش نتفق على الية للاختيار في الية الاختيار يتقدم الجميع ومن ستفرزه الية الاختيار فهو ملزم للجميع من تفرزه الية الاختيار هو ملزم للجميع ملزم ملزم طبعا نجم ونحكيه على باتدخ انتخابات نوع من الانتخابات بين الديمقراطية الاولية هو نوع من الانتخابات ولكن بش تصير عليها آليات رديفة ومساندة بش تعطيها يعني مقبولية اكثر بش تكون مقنعة طبعا كيفاش شنو ما الآليات اللي بتات خيكونوا مقترحين مثلا حتى لا ندخل اكثر في تفاصيل المبادرة ساكتفي بالقول بانه مثلا فما عملت لجنة فنية من الخبراء للتقريب بين البرامج الانتخابية للمترشحين لو فرضنا احنا عنا من وافق على الانخراج في هكذا مبادرة عشرة مترشحين اثناش مترشح يعني هناك اثناش الرؤية اثناش المقاربة اثناش ببرنامج كلها تتقاطع قطعا في هذه النقاط ولكن لكل منها الخاصية متاحها وبالتالي فيكون عمل اللجنة هذا هو تقريب وجهات النظر والخروج ببرنامج موحد يلتقي حوله الجميع في صورة ومبعد اللي بش يقع الاختيار عليه وهو بش يكون المرشح الوحيد العائلة الديمقراطية اولا سيكونوا خيارا ملزما للجميع اه اثنين الجميع سيكملوا الرحلة الناس كل ما بعض يعني ما مش صارت وربح زيت اذا عمر يمشي على نفسه لا مش هذي المقاربة بكل الناس كل تكمل ما بعضها والناس كل تخدم والعائلة الديمقراطية الوسطية تتواحد حول مرشح وحيد ويكون خيار جدي وحقيقي لترشيد المشهد السياسي الظهو الاستقطاب الواحد الواضح والجليل الهنايا احنا عشنا في تجربة سابقة في بلادنا من بعد الثورة كل ما هو توافق وانه الناس لكل تتوافق على شخصية والفوتوتيل وغيره من الميكانيزم هذوما اللي آآ مبعد هو بيدو المواطني يقول لك اي انا شكون باش نحاسب الاحزاب اللي يشير كدت تقول لك ايا لكن انا مانيش مسؤولي الوحيد مانيش مسؤوليتي وتم التنصر من العديد من المسؤوليات هذي اسألة طرحت اليوم كيف خيانه آآ الامور تكون مغايرة اذا مشينا في المبادرة هذي شوف سيدتي احنا معلقة اللي قولينا عندي مقولة اللي يجي يجي ولي ما يجيش ما يجيش خطر جميع اخذوهم مثلا نحكيوا عن الخديعة الكبرى تعني دي تونس مثلا خرج وقت اللي رحمل السيد بيجي قيد السبسي وجميع المسؤولين بتاع النيداء وتحدثوا عن التفويض الشعبي الذي يعني تقاعس عن اعطائهم الاغلبية كله هذا لم ينطلي على التوانسة وعقب من تسبب في هكذا امر وكانت ردد فعل التوانسة والناخب التونسي يعني واضح بالنسبة لنا انا قتلك توا تقول لي انت من سيحاسب احنا بالنسبة لنا كل من سنخرط في هذا المشروع عنده مسؤولية مسؤولية منين جات المسؤولية هذي جات منو توريتي بتاعه اذا كان بشيكون يعني شخصية وطنية او كفاءة او انسان صاحب خبرة وغيره صاحب او قامة علمية وغيره وإلا بشيكون ممثل حزب احنا رأوا ما معناشها الفوبيا من الاحزاب بل بالعكس رأوا فيها هي اجسام وسيطة ايو حاربها النظام الحالي هذي متفقين فيه ولكن هذه فرصة بش تثبت كونه دورها حياتي وجودي ومهم جدا في المجتمع التونسي كما في كل المجتمعات هو التأثير والاتيان وهي كلها تنتمي الى عائلات فكرية ومتجذرة وعميقة فهمتني فهالشخصية زادة السياسية اكيد عندها وزنها وعندها يعني افكارها وعندها الناس اللي تمن به كل هذا كل هذا وهالا المجموعة الكبيرة من الناس اللي بش تنخرت في هذه المبادرة وما ستعكسه على الجسم الانتخابي وعلى المواطن التونسي وعلى المجتمع بصفة عامة كل هذي بش يجعل من هؤلاء عندهم مسؤولية اونفير هالناخب التونسي بش من بعد حسبما على خياراتهم اللي هي بش تكون واضحة يعني المشروع الانتخابي او البرنامج الانتخابي نجم ويقوله معروف لأنها هي بالنسبة لنا النظام الحالي اللي بش تقع فيه المباراة اللي هو الدستور هو نظام يركز جميع السلطات في دراسة الجمهورية بش تبدل الدستور يزب تكون رئيس الجمهورية بش تبدل نظام الحالي يزب تكون رئيس الجمهورية فما انتخابات لرئيس الجمهورية كون يلزم يجي رئيس جمهورية من هاته العائلة حتى يرشد الامر حتى يعدل الاوطار وهذا ما يقع الاتفاق عليه مسبقا وكما يقول لك الخيار سيكون ملزما للجميع وسيبقى الجميع الى الاخر ويكملوا مبعضهم في اطار هاته الجبهة بالنسبة التلاف صمود لن يكون معنيا بهاته الانتخابات لا عنده مترشح ولن نترشح ولكن دورنا بشكون التشبيك ولم الشمل والاقناع لكل هاته الاطراف سنكون اطارا جامعا مجمعا لهاته المبادرة عندكم ردود فعل اولية على المبادرة هذية من قبل الناس من المفروض ينخرطوا فيها والله احنا اكيد عن ردود افعال ايجابية وعنا تفاعل ايجابي وانا ما انذكرش عبدا مانيلو الاكسبوزيتا على الموضوع هذي وما قالش هذا هو الحل عليش قتلك انا اللي حكيته قصياتك قبيلة من وضع ممجوج من تشتت من تشارض من انسداد افق من تعقد للازمة راه يجعل من هذا الخيار خيارا موجوديا حياتيا بديهيا يجب ان نمضي فيه جميعا في سبيل انقاذ البلد مما تردى فيه وترشيد المشهد السياسي لانه هالا استقطاب الاحادي هذي يقعد يميل في الكفة بشكل كبير وارهق الجميع ويعني نقولوا اللي يلزم بالنهاية يلزم يكون فهم حل ما تنجمش تستمر الامر هاك والحل هذي يكون نابع من خلال ممارسة ديمقراطية سلمية تعكس يعني تشبع بالفكر الديمقراطي وخاصة تعكس كونه فكرة تداول السلمي على السلطة يعني لاحكينا لا على بيان رقم واحد وعلى غيره احنا نحكيه على تداول السلمي على السلطة هذا هو النظام دستور اللي صار عليه استفتاء يقول فما انتخابات رئاسية كل خمسة سنوات وفي ذلك فليت نفس المنفسه واضح شكرا لك سيد زهير بازي نتقال رسمي بسم اتلاف سموت شكرا لحضرك معنا بعد من فا كلك سجن الموعد بشيكون مع نشر ومفصلة للأخبار من تقديم صافية المحرر مكملين معكم احنا في مشوارنا حتى الاربعام تراشية في الإكس بريس موسوعة